طيب نروح لملف تاني مهم جدا ويمكن النهاردة كده بعمل عدة اتصالات بشوف النهاردة كان في الشهر النهارة 3-7 وآخر معاد لإرسال أسماء الأندية كان 30-6 أنا بس باش رحكم الموضوع الجي ازاي والفكرة جات ازاي فآخر معاد لإرسال أسماء الأندية للمشاركة الإفريقية 30-6 وملف الترخيص واعتماد ملف الترخيص الأندية آخر معاد بعد المد من 30-6 بقى 5-7 فبالتالي أكيد إرسال الأسماء ممكن يمتد الخمسة سرعة بس قلت كده أسأل الناس مصادرنا يعني الحمد لله والحمد لله مصادرنا يعني مفيش كلمة بتتقل وبتقلش لازم يعني الحمد لله إيه لأ بتيجي في الجون فقلت أسأل هو احنا موضوع أسماء الأندية المصرية اللي هتشارك في الموسم الإفريقي اللي جاي دور أبطالو كونفيدرالية وضعها إيه مد الأسماء أو مد تسجيل الأسماء هل ممكن اتحاد الكرة يكون قدم طلب للتأخير شوية في الفترة اللي جاية وهل الاتحاد الإفريقي وافق ولا رفض ما خدوا بالكم في عز الأزمة اللي احنا فيها دي فيه كلام كتير والناس نسيت أهم ملف كان مطروح للنقاش من حوالي أسبوعين ثلاثة هو مصير الأندية المصرية اللي هتشارك الموسم اللي جاي في إفريقيا وضعها إيه فسألت فاكتشفت أن الاتحاد المصري بعد كده في سرية من غير ما يعني حتى للإعلام وهو دايما كده المعلومات عندنا للأسف ما بيبقاش فيه شفافية ومتاحة للتداول لازم أنت اللي تقعد تسأل وتروح وتيجي وفيه ناس تقول لك معرفش وفيه ناس تقول لك آه ويديك معلومة غلط فلازم تسأل وراء المعلومة اللي جاي لك عشان تتأكد منها ومش أي حد يقول لك معلومة تطلع تقولها على الهواء لازم تراجع المعلومة مرة واثنين وثلاثة فتقال لي بقى إيه وتأكدت من الكلام ده أن الاتحاد بعت للاتحاد الإفريقي قال له مدلي المهلة لتسجيل أسماء الأندية لستة شر سبعة فعدت أدور كده إيش معنى ستة شر سبعة لقيت أن آخر مباريات مؤجلة في الدور الأول هتخلص ستة شر سبعة حتى لو الأندية معروفة وتم الاتفاق على أسماءها وكل حاجة تمام بس اللي حابتقول لك إيه يتم اعتماد نتائج الدور الأول فبالتالي الدور الأول لسه مبارياته على الورق ما خلصتش هتخلص إمتى؟ ستة شر سبعة مين هيلعب مين؟ عشان بس تعرفوا أن نتائج المباريات المؤجلة مش الأهلي بس لا ده كمان البلدية والزمالك فستة شر سبعة البلدية والزمالك وكمان عندنا مطش الأهلي ومودرن سبورت الاسم الجديد بدلا من فيوتشا طيب رحت سألت تاني طب ستة شر سبعة هل الاتحاد الإفريقي وافق ولا ما وافقش؟ قال الاتحاد الإفريقي رفض قال الاتحاد الكورة مش هينفع ستة شر سبعة ده شكرا ليه؟ طب متزق الدنيا شوية قال له ده نعمل القرعة لأسبوع اللي جاي النهاردة إيه؟ النهاردة إيه؟ النهاردة الأربعة تلاتة سبعة خلال الأسبوع كده هتلاقي القرعة بتتعمل قرعة إيه بقى؟ قرعة الأدوار التمهيدية لدور الأبطال والكونفدرالية اللي هنعرف من خلالها الأهلي هيواجه الفائز من مين ومين في الدور التمهيد الأول الأهلي أنا بتكلم على الأهلي أنه نادي الوحيد اللي رخصته تم اعتمادها والنادي الوحيد اللي تأكد مشاركته لأنه حامل لقب دور الأبطال الأمر إيه؟ محسوم وخلصان من بدري ده النادي الأهلي يا عم فالخصة خلصان الحمد لله من بدري تبقى للوايح والقوانين فالأهلي خلال أسبوع هيعرف هيلاعب مين في الدور التمهيد الثاني لأنه فيه دور تمهيد أول هيتحدد فريق من إثيوبيا مع الصومال فريق مش عارف منين معا فين المهم في النهاية هننتظر ونشوف القرعة الأسبوع اللي جاي وأنا مش هقول لكم المعاد دلوقتي هخليل الأسبوع اللي جاي هقول لكم اليوم والتاريخ والساعة وكل حاجة أول ما يبقى فيه معلومة مؤكدة ورسمية ولكن لما سألت عرفت إن الكاف رفض لأن فيه قرعة هتتعمل الأسبوع اللي جاي فإزاي هعمل قرعة ويديك مساحة لسبعتاشر سبعة أنا عايز أعرف أسماء الأندية عشان أعمل تصنيف عشان أعرف مين هيلعب تمهيدي أول مين هيتم بإعفاء ويلعب دور تمهيدي تاني فيه رولز كده وخطوات معينة دي واحد اتنين هل ملف الرخص ممكن يؤثر على أسماء الأندية اللي هتتبعت من الاتحاد المصري آه عشان جده الاتحاد المصري كان عايز يمد عشان يضرب عصفورين بحقر واحد يخلص من ملف الرخص وخلاص يعرف الأسماء الأندية بشكل رسمي وفي نفس الوقت يكون نتائج الدور الأول خلصت على الورق فيبعت وخلاص كده ايه اعتمد الليحة واعتمد القرار والتحاد الإفريقي اعتمد كل حاجة ولكن طبعا هو وصدا بحاجتين أولا الدور الأول على الورق هيخلص لسا 16 سبعة والقورة هتتعمل قبل ده بحوالي أسبوع الحاجة التانية أن ملفات الرخص لسا فيها مشاكل آه لسا فيها مشاكل ليه ما هو أنت مثلا نفترض لو الزمالك ما تمش اعتماد رخصته يوم الجمعة هتضطر وقتها تعمل ايه تبعت النادي الذي يليه فوقتها هيبع عندك مين المصري مثلا وامبي طب هالامبي رخصته خلصت معلوماتي آه خلصت المصري خلصت خلصت ولسا ما خلصتش هي فزورة مش فزورة بس هو على الورق تم اعتماد رخصة المصري ولكن وارف التمانية واربعين ساعة اللي جاية في جهة من الجهات اللي لها في القوس مستحقات لو ما سمعتش في الحساب ممكن تقدم شكل فبالتالي لسا الامر مش محسوم فانت عندك في الكونفدرالية في مشكلة ممكن لا يبقى زمالك ولا مصري وممكن يبقى مصري وامبي وممكن يبقى اامبي وفيوتشر او مودرن سبورت ففيه كلام كتير ده اللي مخلي الاتحاد مش عارف يعمل ايه بس الاتحاد بقى اصبح مجبر دلوقتي يوم الجمعة هيتقفل سيستم الترخيص السبت والحد اخر معاد عشان يبعت الاسماء ووارد جدا الاتحاد لأول مرة من فترة طويلة وارد جدا لو ملفات الرخص ما خلصتش تلاقيه الاتحاد ما بيبعتش اسماء اندية في الخطاب الرسمي للكاف ممكن يحط له الاهلي ورقم اتنين دوري ابطال او ممكن يحط بيرامدز لو ما عندوش مشكلة حسب اللي انا بسمعه بقرام من شوية مش عارف الموقف ايه الاتحاد الكرة بيقولك في مشكلة الاتحاد رفيق يرده قالك لأ ما فيش مشكلة فعموما ده ملف ايه ما يخصناش يبعت الاهلي وبرامدز يبعت الاهلي ورقم اتنين ايا كان او الاهلي وبي ايا كان لكن في الكنفدرالية يوم الجمعة بالليل او السبت الصبح هنعرف الموقف زمالك ومصري ولا مصري وامبي ولا امبي ومدن سبورت يوم السبت والحد الاتحاد المصري لازم يبعت خطاب بالحاجات دي يأما يبعت ارقام او حروف مع اسم الاهلي اللي يلعب دوري الابطال القصة دي كلها نهايتها السبت والحد اللي جاي ولكن تم رفض استثناء مصر من ارسال اسمال اندية يوم 17 سبعة اخر معاد السبت والحد الجاي على اقصى تقدير لان القرعة الاسبوع اللي جاي وهنعرف مين منافس الاهلي في دوري الابطال فاصل وبعد الفاصل اخر اخبار الترند ونبدأ نشوف اللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا